موسيقى موسيقى مشاهدي قناة التاسعة ومرحبا بكم الجديد رجعنا لكم في الجزء الأخير من حيوارنا مع الشيخ والدعية خميس المجري الجزء الأول والهذايا بش نتعدى بك للاختيار السياسي مطالب تجاوبني بسرعة شيخ حاضر مستعد بإذن الله بش نعطيك أسامي قل لي ما علاقة هذا بهذا ساميلك جزوز أسامي شو العلاقة ما بينياته نبدأ ماشاء الله حركة النهضة والإسلام ما عادش عنده علاقة من عام 1991 ما عادش من عام 1991 مني يخرج رجل غنوشي كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية اتطلق الإسلام حركة لا تمثل الإسلام وقد أصبح كان وجواز سفر باش يوصل به للسلطة مع تطليقه للإسلام باه الاسم الزوزة ساميليم بعد ما علاقت هذا بهذا رجل غنوشي أبو عياث ما نعرفش عمري ما حضرت معهم ما نعرفش ما حضرت معهم بالكل بعد الخور ما نعرفهمش وعمري ما قعدت معهم فما حتى علاقة ما بينياتهم وهم ما بينياتهم ممكن واللي بلغني أنه ثم علاقة نعود لك سؤال يا شيخ ما هي العلاقة بين رجل غنوشي وأبو عياث جلسوا مع بعضهم ممكن الغنوشي استعمل لأبو عياث وبعد صنفه وأنصار الشريعة تنظيم الرهابي جلسوا مع بعضهم قبل جاء مع الفتح ولا بعد جاء مع الفتح قبل 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 بلوز كان يحضر للقاءات متع صار الشريعة من استفاد من من؟ ولا صادق شروع شكون استفاد من شكون أكثر؟ طبع الغنوشي ولكن في الأخير هو خسر استعمل كل شيء استعمل كل شيء باي؟ خميس الماجري أبو عياث شنو العلاقة؟ ما عنديش بيها علاقة التقيتو؟ لا عمري وعمري ما قابلتو وعمرك ما قابلتو؟ هم هو كان يرفضي قابلك يا ودي والله عمري ما قابلت ولا عمري طلبت لي قابل بالعكس ثم شكون جاي طلبني مش نقابله وانا رفضت وانت رفضت؟ نعم شوف خميس الماجري لقعد مع هذوم الناس الدعاة اللي جايين من برة ولا استقبلت واحد منهم ولا ظهرت صورتي في أي أنا روحت لتونس أقصى ما عندي هو أني نواصل تعليمي لأنني تحرمت منه عام واحد وثمانين جايين عام واحد وثمانين تحرمت بش نواصل تعليمي رجعت وعملت تسجيل في جامعة الزيتون وإذا كان في الأقصى يكون عندي من بر أقصى حاجة وأنا في السجن عام تسعين وواحد وثمانين قلت لهم جمعة النهضة في داخل السجن في تسع فرين قلت لهم والله لو كانت وصلوا للحكم لما ناخد مسجد ولما نبقى ندافع لإسلام وأول واحد دخلوا الحبس أنا والله هذا هو الذي وقعه وصار والله هذا الذي وقعه اللي توقعت وصار به الاسم اللي مباته عابير موسي خميس الماجري يودش مجايبني ليها الله يهديك الأستاذ عابير موسي تفضل؟ شنوه؟ شنوه علقتك به؟ الراجل ما يتكلمش عن نساء شعبوية في أبها حلالية مال زعيم سياسيان ودامني ناخده في السياسة يزي من يقولش شعبوية شعبوية في أبها حلالية الراجل ما يتكلمش عن نساء الأستاذ عابير موسي عندها شعبية كبيرة اليوم في تونس تقول اللي نعيشوا فيه اليوم في تونس فيه مقاومات دولة الخليفة ما بعد 25 الراجل ما يردش عن نساء تفضل الراجل ما يردش على النساء الراجل ما يردش على النساء تفضل جيوه نعمل كي محمد طالبي يحب ويقتلوني يحب ويقتلوني حبا الله تقول نعيشوا في مقاومات دولة الخليفة الراجل ما يردش على النساء واضح كم هذا يجواب تقول الأستاذ عابير موسي خلي تقول نعيشوا في مقاومات دولة الخليفة خلي تقول ما هي؟ الخليفة جاية حب من حبه وكره من كره وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونوا فيكم النبوة هل بشرة تقول النفاة زي في النفاة؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش تصلوا عليه مش تعملوا المولد مش تعملوا العصيدة مش تعملوا الاقصيدة مش تمشي لجمع زيتونها الرسول عليه السلام قال تكونوا فيكم النبوة ما شاء الله ثم تكونوا خلافة راشدة ثم يكونوا ملك عضوه ثم تعودوا خلافة راشدة على منهج النبوة معناها الشيخ خميس الميجي معها عودة دولة الخلافة يا ودي الرسول وعيد سبعة تو كل شي تحطوه على خميس اليوم أنا ذا اللي يكلم فيه خميس الميجي أنا أقول لك تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادنا بالخلافة الراشدة كالأستاذ عابير موسي تقول اليوم القومية دولة الخلافة كلمة صحية؟ ما نردش عليها أنا أنا قلت لك شكال الرسول قلت لك الرجل ما يردش على المرأة باهي تو معني كان جاي عندك منصب ولا كان ما تجاوبش؟ ما عنديش مناصب أنا ما نحبش المناسب كن حبيه تراني في منصب المناسب سهل في تونس كون مناسب كون قفاف بركك كون قفاف وكذاب ومنافق إمكانياتي عندي مش الكل ما فاميش شوف إمكانيات قويل بذية شيخ بربي لا تعطينا قويل بربي لا تعطينا قويل يجنقلك 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 تفضل السياسة النجاسة باهي تحب توصل سهل تريقه تريقه وعمل نجاسة لو عبير موسيقى تصبح رئيسا الجمهورية التونسية لا أرد على هذا السؤال لا هذا أنا قلت لا شيء قلت هذه لو أتركه لو فأنا هتفتحوا باب الشيطان الحديث لا تقولوا لو مش برنيمج ديني روية شيخ بالنسبة لي أنا المحدد ليا هو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ففروا إلى الله أنا شيخ أنت مش قلت شيخ داعي انت خبت به تشارك في الانتخابات أنا قلت لك هذه بالنسبة لي أنا كذب قراتية كذب قراتية باهي باهي كان مرأة وصا رئيس الجمهورية كذب قراتية اليوم أنا نجلب ودين رئيس تحكم كذب قراتية شبيك شيخ كذب قراتية أنا ما نشبيه أنا كذب قراتية مثلا ما اشتخابات كيفاش يصير كيفاش يصير كله كذب كله كذب اللي واقع هذا كله كذب واضح باي تحبش تجاوب رجل غنوشي في يوم الأيام كاد أن يكون الأب الروحي لخميس الميجري لو كان يكون أي الأب الروحي والكان ما كانش أنا الأب الروحي أنا كنت نحفظ فيه في القرآن أنا كنت نحفظ فيه في القرآن ونصلي به إمام ونصلي بالجماعة لهم أنا 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 آبوهم الروحي وأنا في اللقاعات أنا أفتتح الواحد جلسات بالقرآن الكريم آمлом المتعين في خط دعوه كان ما تشعبه الراجل الغنوش لا تمّا مؤسسات أنا شنين مشكلتي أنا مع الغنوش كان راجل الغنوش أنا شنين مشكلتي مع الغنوش أنه الراجل لا يحترم المؤسسات شوف في حركة ما تمّاش مؤسسات ما تمّاش يسمع حركة يسمعها الغنوشي و بس لا لا ما بينبيعة هذه اللي قالوا و دولة الخلافة اللي كنت كنت تقول معها لا ينيقش أمير المؤمنين Ch成 حسب لا 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 أنا خرجت عليه أء أكثر واحد تشوف أكثر واحد رد علي بعد ما اخرجت لا لا حتى في داخل الحركة متنجم لا في داخل كان تم مؤسسات وكان تم رجال اسمعني اسمعني عام 1984 ايه هو بقى في السجن 3 سنين شد السجن؟ ايه ما نكرتش هذا شد الحبس اما ما اكلش كف اكلش كف؟ ماله؟ ما تعذبش كيفكم؟ وكان نتصور لكان العذاب اللي وقع للينا ولا مثلا لأهلي ما تقول الشي تخلي الحبس هوا؟ ما تخليش الحبس هوا؟ حتى وقت يخرج الحبس خرجوا بورقة قالوا حتى واحد فينا من القيادة ما يصلح يكون قائد في مؤتمر 84 ماذا؟ 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 المشكلة في النهضة؟ ولا حتى في الحزاب كل تقريباً ماذا؟ 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 هم يتكلموا على يتكلموا على مجلس النواب في داخل الحركة ثم مجلس؟ ثماش مجلس هو يقر كيف يحب والمجلس يقر وهو يخالف يتكلم على القضاء بنستقل ثم قضاء في داخل النهضة؟ ما ثماش قضاء ثماش مؤسسة قضائية هو كل شيء والذلك الكنيس قاعد تخرج اللي أنا أراك فيه أراج المستبت شنو التلب الوحيد اللي تلبته من الرجل الغنوشي؟ التلب الوحيد هو الحركة كانت تتنظر وتقول نحنا نحبه نخرجه علماء وعلماء أنا عام 81 اخذت لي جازة حبيت نواصل نعمل مرحلة ثالثة كان وقتها العميد عبدالله صيف ماذا؟ منعنا نحنا ثم مجموعة كبيرة بتاع الشباب منعنا قال أنا محسوب على الأخوانجية وتزيدوا أنتوما تدخلوا وتحرقوني منعنا باش نواصلوا منعك من أنك تكمل القراءة؟ منعنا مجموعة أخرى منعنا باش نواصلوا ونعملوا مرحلة ثالثة علش؟ أنا قتلك على أساس أنه هو يتحرق كان يدخلنا نحنا وخاصة شخصي أنا اللي كنت في الساحة معروفة نعم في الملة القرآنية وساعات نعاوض الغنوشي في الدروس فمواصلتي المرحلة الثالثة بالنسبة لي هو تخوف وهو تحرجه فمنعنا وليت أنا مشيت لرشة وتقتله شيخ رجل غنوشي مشي نقتله نحب نواصل شجعني نخرج قال لي لا وفي الوقت وهو بعث ناس أخرين بعث ناس أخرين أنت ما بعثكش قل الكلام؟ ما فهمش فلوس؟ لا قال لي ما فهمش مكنية ما فهمش مكنية ما ما فهمش مكنية ما ما فهمش مكنية ما قالش لا��� ما فهمش مكنية وانت ما فهمش فلوسف wärيا والخط Media وناس أخرين loves their transport عشارات من يع outline حز في نفسك هذا ما كنتش صدقته وقتها أنا أنا وقتها صدقته لكن بعد ناس قالوا لي رأوا فلان وفلان وفلان خرج وبدأه هوني الخلاف مع رجل الغنوشي لا 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 مجهدي لا لا ولا لا لا هذا يعرفته بعد هذا بععد فقرة اللي مبعد اسمها جريدة الاختيار الأسبوعي عندك جريدة ومشي بدأ نقرأ لك بعض العنوين الموجودين في الجريدة أنت السباعة وتعم في قهوة كشيخ خاميس نعم ومرتاح والجريدة ها والعناوين اللي فيه نبدأ يوسف الصديق يقول ما فهماش عذاب القبر شي جاوب شي طوي راه طوي راه عذاب القبر شنو الحدة في الإجابة هيا سيراه مدم أنكر سيراه رأوا علم الغيب يعلمك يا ربي سيراه كل إنسان سيعدف القبر كل إنسان ينكر ينكر هو شاب الإخلاق كل إنسان قاري لا مش كل إنسان هنتراجع على كل إنسان خير هني أقول من نوع هذك نوع وهو سيراه العذاب القبر متمكن من العلم عند الله العلم عند الله نجمش تراجع سيراه مدام مدام لني أسمع مدام ما يتراجعش عما يصدر منه من أقوال تنقض إيمانه ويتعارض الشريعة في أساسياتها حاسبتك أنت لا 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 هو مدام ينكر هذا مدام ينكر عذاب القبر سيراه سيراه هذا ش تقول إذا كان ما تابش إذا كان ما تابش وليه ناس اللي تفرجوا فينا عذاب القبر موجود موجود نصوص تابتا في القرآن ليش كوي ويوم القيامة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار سمحني قريت الآيات بش نصل إلى رأس الآية وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوتهم في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر ويوم القيامة في القبر في القبر ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أهل النار يعني هم اللي تحطوا في القبر يعني ثم عذاب في القبر واضح لمن يستحق كما ثم نعيم حياته هي برزخ راي حياته برزخ ثم في النعيم وثم في النار نسأل الله أن أكون من هنا النعيم أنا أجبت لك الآية كدليل على أنه ثم عذاب القبر واضح 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 الأخبار اللي بعده وأنت تقرأ بديت بالأخبار الجميلة مع سيوسف الصديق الأخبار اللي بعده ما يلق سوري سالية الاستسقاء هي شعوذة لا يردوا على النساء شنو هل الحوار الميزوجيني ولا باش مو يتسمى هي مو سمي أول مرة من أصمحها ميزوجينية مالة شنوهة لا يردوا عليها � Betтом ا regarde بالتفرقة بين الرجل والمرأة شكور يرد عليها أنا عندي أربع ابنات متخرجين من السرباط أو عندي أربع ابنات متخرجين من السرباط تحترم المرقات عندي أربع ابنات متخرجين من السرباط كيتكلموا مثلا يا muraten في الجامعة أبدي نرى لا يرد علي لا يركضيت هذه مرة أنا لقد حكمولي قبindi وعدم استماء الدعوة حكمولي مائة دينار في بن زرت مائة دينار خطيئة وأربع قضاء عدم استماء الدعوة فهمت برشة فلوس هدم سماع الدعوة قال حكمولي بالسجن هكذا هذا who respond أنا شيخ تقول لRO قد اردوا علي النساء ما إحترام المرأة أنا؟ أربع بنات متخرجل من السوربون تقول لي أحترم المرأة هيي أحترم المرأة شيخ نايا شوفت فين تمشي نبقعد معاك شوفت فين تمشي الله يهديك هاي احترام المرأة يقول لا بالعكس حرة المرأة حرة تلبس نقاب أنت مع النقاب ولا تدين نقاب؟ لأنه إذا كان الأخت اختارت نقاب وقلت له لا أنا سبحان الله يا واضح فكرتني في منشار عدد خمستاش منشار مرسوم منشور منشور أنا نسميه منشار سبحان الله بنات إنساء إنساء بشي يولدوا بشي يدخل المستشفى يدخلوا بالرواح خط اللبسة نقابة شو هاذا؟ بيه؟ شو هاذا؟ انت معه شيخ مش كذلك قابر ربي هذا هذا يوسف شاهد عليش؟ شو يلزوا يعمل هكا؟ عنده قانون قل له لا ما تماش قانون إذا كان يوصل الشرطي وقفني لأنه ثم قانون الملتحين وقفوا مكارثة واضح مكارثة خانكمل في الأخبار منزلوا صفحتين كملا في الجريدة ما قاوتك تاع الصباح الأمور طيب نكملوا بالحوار معاك شيخ نلقاك ما ترحمش على الرئيس بن علي ما ترحمش على البيجي قايد سبسي ما ترحمش على الحبيب بورجيب يعني كل رؤساء تونس اللي توفيه تقريبا ما ترحم على حتى واحد فيه ما لي أسباب باي؟ مثلا أخي هما عمر بن الخطاب مثلا هما عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب نبوس العرض اللي يمشي عليها أما بورجيبا سكر جامع زيتون بورجيبا خضع اللغة العربية بورجيبا نحص فسارين تنساء بورجيبا بورجيبا جاب التعليم التعليم اللي يخرب البلاد جابه من فرنسا كنت قريب في الفترة تلي تسمعني أنا قريب في التربية الإسلامية اسمعني قريب في التربية الإسلامية نقري في التربية الإسلامية تومك أنت توسئلتني هيا فرنسا بورجيبا قتل بن يوسف بورجيبا قتل معارضي بالعشرات فما قضى هذا يقول يا شيخ فما قضى يقوله ليس أنت تقوله قتله لما قتلش بورجيبا قتل بن يوسف بالقضاء وقت المشيخ الألماني وقتله بالقضاء بالقضاء يثبت يدين محمد رسول الله خلي جامعة الزيتونة جامعة الزيتونة مشيخ داخله من المنوبة وثم مشيخ اقتلههم وثم مشيخ هربهم من البلاد الشيخ محمد خضر حسين خلاوله البلاد وهرب وبدأ يثب فيه في الواحد في خطب قال الرسول الرسول معاه ربي وأنا معاه المادة الشخمة قال ربي قال في القرآن هو أما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر قال نحنا معانش ثم سائل في البلاد وقال محمد مشيه القرآن جابه من عند الناس أخرين ووضع شيخ خميس المجر كيفاش تحبني ترحم عليها أنا أنا محبيتش أقول لهذا ما تقول لي ثم أسباب يا محمد بن علي عليش على خاطر عذبك بن علي على خاطر يكفي أنه أبعث ما يسمى المجلس الأمم المتحدة على منع تعد الزوجات وتحريم تعد الزوجات وإدخال السجن من يقوم بهذه الممارسة أبعثها الباجي قيد سبسي باجي قيد سبسي يحبي يعمل مساواة بين الذكر و الأنثى قلت ليس أول واحد قبله من 2007 موجود تتكلم على هذو ثلاثة هذو ثلاثة فما السياسيين الحالين لو بعد عمره طويل شكوني توفى ما ترحمش عليه؟ أعمال شوف أعمال الإنسان تفرضوا علي أسمى أسمى أعمال الإنسان هي تلزمني أن أترحم عليه أم لا؟ سؤالي واضح أنا جاوبي واضح فما السياسيين شكوني ما ترحمش عليه؟ أنا مثلاً كيموت هذو متاع اساسمه متاع إسمعات البسكليات هذو الديمقراطيين هذو هذو هذي الأمين المتاح من العام حزب البسكليات تاير ديمقراطية؟ شكونوا هذو؟ أعمال عرش على شكون تحكي أنت ما رئيسنا سمى محمد عبو غازي الشواشي غازي الشواشي غازي الشواشي غازي الشواشي يتكلم على الدين ولا شنو هذو مضوية وتاريخ ما ترحمش عليه؟ طبعا بعد عمر طويل طبعاً رب يتاول عمر وإن شاء الله ورب يتوب عليه واضح عابير موسي قلت لك أن السام متكلمش عليه ترشيوب نعات ما تتكلمش عليه ترحم ولا ما ترحمش ما ترحمش الشيخ رجل غنوشي إذا كان ما يتوبش ما ترحمش عليه كيفاش تعرف تيب؟ من يحدد التوبة؟ إذا كنا نعرف أنه تاب من يحدد التوبة؟ من يحدد التوبة؟ من يحدد التوبة؟ هو يتوب هو يتوب إلى الله يقول أنا أرى أني تراجعت على ما كتبته وما قلته لازم يعلنوا هذا؟ ما لا ليه؟ لأنه هو كتب علناً وتكلم علناً ينبغي أن يتوب علناً من كتب علناً من قال شيئاً مخالفاً للشريعة علناً ومن كتب مخالفاً للشريعة علناً ينبغي أن يتوب علناً إلا من تاب وأصلح وبين فأولئك كتوبوا عليه؟ حمدي جبالي حيش بيه؟ ترحم عليه؟ ما ترحمش عليه؟ زادة؟ نعم علش؟ لأنه قعدم على أمريكان وفي الويكيليكيس خرجت الويكيليكيس خرجت أشياء خايب عليها قلم الإسلام في داري وخارج باب الدار تماشي إسلام هكي يحكي مع سفير أمريكا هذوما الكل اللي سميته قد يش تتصور من ويهد يترحم عليك ناري خرشيخ؟ من تتحدث شيء؟ من قلت لك أنا هذوما جماعة كل ما يصلوا عليه لا يترحموا عليه ما استحقهمش هذوما استحقش يترحموا عليك؟ ما استحقهمش أنا قلت لك خبيلة قلت لك إذا كان مت في تونس شمعت النظم ما يجوش برايك الصفحة الأخيرة في جريد الإختيار الأسبوعي وهي صفحتك المفضلة ظهر لي مواليد برج الميزان أنت شيخ يودي أنا ميزان ما نعرفش تحكي هذه ميهنيا قلت لك يوم مثمر ومتمئن فالعلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأة عن الخطر والعلاقة المتينة تشتد متانة وتفنن أنت تعتقد في هذا المساعد؟ مش نعتقد نقرأ لك في برجك عاتفين عمري شوف عاتفين لا برج لبطيخ لد الله برج الميزان عاتفين لا برج لبطيخ لد الله على ميزان عاتفين يهم الأمور هذا يا شيخ أذكرتني في بطئة خانتي أسمع برجك عاتفين يودي بأسمع خلقية فغر والله إيمن نسمع فيك تساعدك الظروف على ذلك وتبدو واثقا بنفسك من صدق عرافا فقد كذب بما أنزل على محمد هذا من باب تصديق العرافين سفر مع الشريك تخطي تاني لهم المدة إيجا نقول من صدق عرافا فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنا يا أخي محمد هذا يعلم فلك ننصحك ننصحك أنك تبدأ الحكاية هذه في الجريدة نقرأ لك في الجريدة يودي نقول لك شكال ربي ومحمد تقول لي جريدة نقرأ لك في الجريدة يودي سفر مع الشريك تخطت لهم المدة بعيدة يا شيخ بشي تحقق أبشر يا شيخ شيخ خميس الميجري تقريبا كملت معك بالأبرج كلمة الختام كان عندك شكرا على رحابة صدرك الله يحفظك بارك الله فيك نحن قادمين على شهر رمضان وأنا أنصح التجار أن يتقوا الله في شعبهم وأن لا يستثمروا في شهر رمضان إلا في الحسنات واضح ولذلك نقولهم تقوا الله في هذا الشعب رخص الأسعار والوضع أراه ما يستحقش شهر فضيل نتقرب فيه لله عز وجل لا للابتزاز والاستثمار كذلك أدعو الرجال أن يرحموا نساهم ما يخليش مرته نهار كاما في الكوجينة رعيب يعاون يوقف معه يعاون ولا يأكل عادي رأي تتعب بعد ما تصليش الترويح ياونادي أتقوا الله رأوا رمضان مش ماكلها يردوا عليهم ولا ما يردوش عليهم نعم يردوا عليهم ولا ما يردوش عليهم ما معناه ما فهمتش يردوا عليهم الراجل يقف مع مرته رمضان مش تشاهي مش راجل تشاهوة الرجال شيخ كم مننا تقريبا والله أنت اللي تسل وأنا جاو فيديو في نهار الأيد إن شاء الله ذاك نستنى وحاجة سنية زادة اشنية هي الافتار قبل بنهار أنا عملت فيديو أعملت فيديو أما شوف هذه مسألة توحيد الرؤية هذا مذهب مالك وتونس أمضت في ستة مناسبات عالمية في مؤتمرات إسلامية على أن رؤية بلد هي رؤية لكامل بلاد الإسلامية والتوحيد الرؤية رؤية الهلال رمضان أو العيد هو مذهب مالك أنا كان رأى هلال في موريطانيا ولا في ماليزيا أنا سأعلن أنه رمضان وأنه إفتار واضح شيخ خميس الماجري شكرا لك الداعي شيخ خميس الماجري كان هذا الجزء الأول من حوارنا اليوم نكملينه معاكم بعد شوية الاختيار في جزء الثاني نمشيوا الميدان آخر ميدان فيه من الثقافة والسياسة أيضا والعلم اللي هم المجتمع باش نتعرفوا على ذيفنا توت سويت خليكم معنا رجعين